جرى في مبنى ديوان السلطة المحلية بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن فتحوا مظاريف مناقصات ثلاثة مشاريع خدمية بتكلفة تقديرية بلغت سبعين مليون وخمسمائة وأربعة وثمانين ألف ريال بتمويل محلي وسارضت لجنة المناقصات في اجتماعها برئاسة مدير المديرية رئيس لجنة المناقصات دكتور سامعاوية العطاءات المقدمة لتنفيذ مشروع رصف الأحجار لجزء من شارع ليابلي قسم ألف ومشروع هدم وإعادة بناء سور ثانوية عثمان عبدو ومشروع هدم وإعادة بناء قاعة الاجتماعات في المديرية وأحالة اللجنة العروض إلى لجنة التحليل لدراستها وتقييمها وفقا للشروط والمعايير التي تضمنتها وثائق المناقصات بعد الإعلان والاطلاع على مظارف المقاولين للمشاريع وفي الاجتماع أكد معاوية حرصة واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية على تنفيذ المشاريع في مختلف المجالات بهدف تعزيز الأداء الخدمي والتنموي